حكم الله ماضي و نحن أعزائنا طالع عمرك في فقيد الدولة الشيخ طحنون بن محمد الله يغفر له و يرحمه و يحسن إليه يا رب العالمين مهما نتكلم و مهما نقول في هذا الهامه و هذا الرجل الكبير في فعله و في مكانته بين شعب دولة الإمارات و قيادة الإمارات هذا شيء طالع عمرك مهما نتكلم و مهما نقول و مهما نخصص من الوقت لا نستطيع أنه في حقه و لكن أعزائنا فيه أن رحل إلى الرحمن الرحيم و نسأل الله العلي القدير أن يغفر له و يرحمه و أن يسكنه في سيحة جناته الشيخ طحنون رجل من رجال الدولة ساهم في بناء الدولة و تأسيسها مع أمه المغفور له الشيخ زايد طيب الله ثراه و الشيخ خليفة بن زايد طيب الله ثراهم جميعا و جمعنا بهم إن شاء الله في مستقرة رحمته في الفردوسة الأعلى كان له دور كبير في بناء هذه الدولة بهمة المغفور له المؤسس الشيخ زايد بن سلطان رحمه الله كان رجل يعتمد عليه في كل المهام سواء كان في استشارة أو في شراف و متابعة فالشيخ طحنون له مآثر كبيرة و كان رجل دولة رجل طال عمرك اعتمد عليه كان هو الشيخ طحنون بن محمد بن خليفة الأنهيان عمه الشيخ زايد من عائلة الأنهيان و هو اليوم رحل عنه و هو عميد أسرة الأنهيان فهذا الرجل طال عمرك كان في مدينة العين حتى على مستوى الإمارة فهو شغل مناصب كبيرة في المجلس التنفيذي و في مجلس البترول و كذلك في مدينة العين مدينة العين طال عمرك تعرف أن مدينة العين يعني إمارة أكبر مدينة من أكبر المدن في الإمارة بالمساحة الجغرافية أو طال عمرك بعدد السكان اللي فيها و كان فيها كثير من القبائل الشيخ طحنون كان الأغلب المواطنين يعرفون الشيخ طحنون عن قرب و كان الشيخ طحنون يزورهم حتى في مواقعهم و في مناطقهم و كان طال عمرك قريب منهم